موسيقى مرحبا بكم مشاهدين أينما كنتم أهلا وسهلا بكم ومرحبا في هذا العدد الجديد من تولوس الاقتصادية على الوطنية الأولى في بث مباشر تقريبا قرابط الساعة قبل الأخبار وشكرا لكم على اختياركم متابعتنا ربما اليوم مشكلة عادة متعودين أنه نعمل فقاراتنا في الجزء الأول ونترح موضوع الساعة للحوار في جزء الثاني ولكن نظرا لأهمية الموضوع الذي سيطرح في حلقتنا هذه اخترنا أنه نأجل فقارات البرنامج ونخصص كامل الساعة تقريبا للحوار في موضوع اخترناه لهو نجمي قوله على درجة كبرى من الأهمية خلينا نمشي مانا مباشرة إلى موضوع الساعة من يتابع زيارات السيد رئيس الجمهورية وخطاباته تقريبا في الفترة السابقة وآخرها خطابه في إثر أداء اليمين الدستورية بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية لولاية ثانية أو لدورة ثانية يعي جيدا أنه العنوان الأكبر لكل خطاباته ولمشروع الوطني هو كيفية إصلاح وتطوير الاقتصاد وخلق الثروة وتنمية الجهات طبعا هذا في إطار الهدف الأسمى وهو الحفاظ على الكرامة الوطنية لكل مواطن وتحسين مستوى عيشه ويرى السيد رئيس الجمهورية وطبعا يدعمه في هذا كثير من المختصين في الشأن الاقتصادي أنه هذا لا يمكن أن يتحقق إلا باستنباط حلول جديدة منها الشركات الأهلية الشركات الأهلية هي موضوع هذه الحلقة من تونس الاقتصادية الشركات الأهلية اليوم أصبحت مشروع وطني هام وهام جدا يبنى عليه نمط اقتصادي جديد جاءت الشركات الأهلية مش فقط في نظر البعض كنمط اقتصادي ولكن جاءت ذات أبعاد اقتصادية اجتماعية تضامنية وجاءت أيضا لتقطع مع اقتصاد الريع ولتجعل المواطن التونسي الذي هو مستهلك تجعله في نفس الوقت منتج وأيضا يساهم في خلق الثروة ولكن تبقى ديما هناك تساؤلات نطرحها حول هذا النمط الاقتصادي كيف يمكن تحقيق ذلك؟ هل الشركات الأهلية قعدت حل نظري أم أصبحت الآن حل واقعي وهناك أمثلة حية للشركات الأهلية؟ هل يمكن فعلا أن تساهم في خلق الثروة؟ كل هذه النقاط إن شاء الله باش نطحوها اليوم مع ثلة من ضيوفنا سعداء جدا بأنهم قبلوا الدعوة متاعنا وبحثنا اليوم في الأستوديو نبدأ على يميني الرحب بالسيد محمد علي النهيدي وهو مدير مركزي للتمويل بالبنك التوسي للتضامن شكرا على الاستضافة وبالتوفيق لك والبرنامج وإن شاء الله الموضوع هذا معناها المهم يكون معناها تحصل فائدة لكافة تستمعي البرنامج شكرا لك وبحقيقة شكر كبير للبنك التوسي للتضامن ونرجع له بعد الرحب أيضا بالسيد عبد السلام الحدوري وهو جامعي وباحث مختص في الفلسفة السياسية والاجتماعية أهل وسهلا بك يا سلام شكرا أستاذ شاكر على الاستضافة والحصة يعني فعلا هي هامة من جهة الموضوع اللي تم اختياره وشركات الاهلية إن شاء الله إن شاء الله على الأقل نوضح بعض النقاط اللي ممكن ما لا تبدو غامضة لدى البعض أهل وسهلا بك طبعا يرافقني دائما خبير البرنامج المختص في المجال في الشأن الاقتصادي سي مراد أهل وسهلا بك سي مراد مرحبا وشكرا لك على قبل الدعوة شكرا مبرك الله وفيك مرحبا بك وبكافة المشاهدات والمشاهدين الكرام وبضيوفنا الأجلات أهل وسهلا بك ورحبوا أيضا بالأستاذ السيد المنصف الزغاب وهو محامل لدى التعقيب وباحث في الشؤون القانونية وهمنا برشا أن نعرف من الجانب القانوني شنية هذه الشركة أهل وسهلا بك سي مونصف وشكرا على قبل الدعوة تحية ليك وشكرا على الاستضافة سي شاكر وتحية لذيوفك الكرام وتحية لكافة متابعية قناة تلبز الوطني أهل وسهلا بكم جميعا وشكرا لمشاهدين على اختياركم وتابعتنا إن شاء الله اليوم نحاول قدر الإمكان أن وبكل تلقائية نجاوبكم على الأسلة فيما يتعلق بهذا النمط الاقتصادي الجديد وبكل موضوعية أيضا خلينا نمشي لهذا التقرير لأملت هنا زميلتنا مليكة الجباري شكرا لك مليكة لمحة عامة عن الشركات الأهلية ثم نعود الحديث أكبر التحديات التي سيتم العمل دون هوادة على رفعها هو فتح طريق جديدة أمام العاطلين عن العمل وخاصة أمام الشباب بالإمكان استنباط خلول جديدة تخلق الثروة فيستفيد منها العامل ويعود نفعها على المجموعة الوطنية بكاملها والشركات الأهلية التي حاولت قوى الردة تعطي لها حل ولكن يمكن استنباط خلول كثيرة أخرى ومن التحديات التي علينا أن نرفعها مجتمعين بناء اقتصاد وطني يرتكز على خلق الثروة وفي ظل اختيارات وطنية خالصة نابعة من إرادة الشعب النمة اقتصادي جديد يركز عليه رئيس الدولة منذ نحو خمس سنوات حيث صدر المرسوم عدد خمسة عشر لسنة إثنتين وعشرين وألفين والأمر الرئاسي عدد أربعمائة وثمانة وتسعين للسنة ذاتها والمتعلق بالمصادقة على النظامين الأساسيين للشركات الأهلية المحلية والجهوية ومن خلال ذلك أصبح المواتن معنيا بالتنمية وصانعا لها تبقى لأبعاد اقتصادية واجتماعية وتنموية شركات يرى البعض أنها يمكن أن تكون ناجعة في حال حققت أهدافها المتعلقة بخلق الثروة وتحريك عجلة الاقتصاد من خلال بدائل تنموية فهو منوال يقوم على خلق الثروة وتوزيع عائداتها على جميع المواطنين على قاعدة العدل الاجتماعي نمط اقتصادي جديد شهد منذ نشأته عقابات متعددة فيما قفز عدد الشركات الأهلية والمحلية والجهوية إلى 110 شركات تبقى السجل الوطني للمؤسسات وتعاول الحكومة التونسية كثيرا على هذا المنوال التنموي فإلى جانب خطوط التمويل التي وضعتها وتعهد البنك التونسي للتضامن بالتمويل والإحاطة والتكوين فإن وزارة التشغيل والتكوين المهني وضعت اتفاقية مع ستة بنوك يرصد من خلالها كل بنك 5 مليون دينار تمويل الشركات الأهلية إلى جانب الامتيازات التي أقرتها الدولة من خلال مشروع قانون ميزانية الدولة لسنة 25 و2000 مشروع وطني قد يأتي حلا لكثير من القضايا الاقتصادية والتنموية وبديلا يمارس من خلاله المواطن دوره في تنمية جهته والتمتع بحصاد المشروع الذي أسسه وبناها وأحاط به شكرا لك ماليكة بعد شوية بشرت حق بنا سيمو حامد الطويل وهو رئيس مجلس إدارة لشركة أهلية طبعا مش ناخده شهادة حية من رئيس مجلس إدارة لشركة عندها مدة أو من الشركات الأوائل اللي اتكونت قبل ما نتعمكوا في الحديث عن التمويل وعن أسئلة كثيرة تطرح نبدأ معك سي المنصف قانونا شنية هالشركات الأهلية باش نفهموا ما لا نصنفوها فأنا إيطار بضبط قانونا وطبعا كيفاش أنت تراها طبعا كمختص في الشأن القانوني وباحث في الشأن القانوني حتى القانون الاقتصاد فكرة الشركات الأهلية سي شاكر هي ليست وليدة اليوم يعني هناك تجارب مقارنة الفكرة هذه تواجدت في كل من الصين تواجدت في إسبانيا تواجدت في أندونيسيا وفي الصين تعتبر الشركات الأهلية هذه هي عماد الاقتصاد الصيني ولكن تسمية يختزلوها في الاقتصاد العائلي أو الاقتصاد الخاص العملاق الاقتصادي الصيني ولكن خصوصية الفكرة التونسية والمشروع التونسي هذا للشركات الأهلية عنده خصوصية يعني تخليه يستأثر بميزات وخصائص تميزة عن جميع التجارب السابقة لماذا؟ يعني في الصين الشركات الأهلية هذه ليش مجعولة للعاتلين عن العمل وميش مجعولة للناس اللي يعني في حاجة لتحقيق ربح وتحقيق دخل ولا هي كان من سبيل الرفاهية وتحسين الظروف العيش للمجتمع ككل المرسوم هذا اللي هو إطار المرجع القانوني للشركات الأهلية مرسوم معدد 15 لسنة 2022 اللي اصدر في نفس اليوم يعني 20 مارس اصدر في نفس اليوم مع مرسوم متعلق بالصلحة الجزائية وتوظيف عائداته المرسوم هذا عرف الشركات الأهلية بيّن شنو الباعث على التكوين متاحها أهدافها وترق تسيرها طبعا في كل إيجاز وفي ومضات برقية وحتى لن نطيل في الجانب القانوني نعطيه شذرات من هذا اللي اعتبره يعني مرجع قانوني مهم جدا وفريد منه حتى في تجارب العربية الإفريقية مفهمش نظير للقانون التونسي في 97 فصل هذا المرسوم في 97 فصل وارفقوا الأمر الرئاسي الأعداد 498 المؤرخ في 19 ماي 2022 واللي يتعلق في المصادقة على نظامين نموذجيين أساسيين للشركات الأهلية اللي بش نبين لك معناها النوعية للأنواع عن تاحها يعني فما أمر رئاسي فيه 42 فصل يتعلق بالشركات الأهلية المحلية و42 فصل يتعلق بشركات الأهلية الجهوية يعني بخلاف 97 فصل المتاع المرسوم فما 84 فصل في النظامين الأساسيين النموذجيين يعني ترسانة تشريعية غاس فيها وضع القانون والسيادة الرئيس الجمهورية من خلال الأمر الرئاسي في أدق التفاصيل يعني للتسير الهدف من هي التعريفة متاحة هي كل شخص معنوي يتم إنشاؤه من طرف أهالي جهة لغرض تحقيق حاجيات المنطقة التي يستقرون بها عندها الشخصية القانونية القانون يشترط عدد أدنى لتكوين الشركة الأهلية هو خمسين عضو هذا العدد الأدنى وهذا معناها ما كانش موجود في المنظومة التشريعية في جميع الأنواع متع الشركات التجارية قديما سواء الواردة في أحكام مجال التجارية ولا مجال الشركات التجارية وهذه خصوصية تتفرد بها الشركات التجارية الشركات الأهلية الفكرة والباعث على التكوين الشركات الأهلية بشيكون في بالأساس يعني تحقيق العدالة الاجتماعية توزيع العادل للثروات إرساء مبادئ الحوكمة الرشيدة والتصرف في المكاسب والممتلكات الخاصة بالشركات الأهلية كذلك الأهداف البعيدة هي تحقيق التنمية المستدامة هي معناها تركيز على جانب الإنسان وقيمة الإنسان مقابل النفع الفردي وبالتالي وكأن الشركات الأهلية بش تحاول تقطع مع الماضي بطريقة مش معناها بش تكون هي نقيضة المكاسب وإنما بش تكون رافض جديد للاقتصاد وطريقة معناها تم استنباتها للتلطيف من النزعة الفردانية من الأناء المتضخم من الربح السريع والاقتصاد الريعي في اتجاه أن النفع الاجتماعي وتحقيق الظروف المعيشية الطيبة لأهالي الجهة هذا على مستوى الأهداف والبعث من تكوين الشركة أما أنواع الشركات فهي نوعين اثنين فما شركات أهلية محلية وقتها تكون شركة أهلية محلية وقتها تكون تزدي خدمة أو أكثر في معتمدية أو معتمدية المجاورة هذا معناها اللي يخليها معناها تكتسي سبغة الشركة المحلية ورأس المال متاعها ما يمكنش أنه يقل عن عشر ألاف دينار يعني كنحكيه على خمسين عضو وعشر ألاف دينار يعني كل عضو مطالب أنه بشكل تتب في رأس المال متاع الشركة مئتين دينار الشركة الأهلية الجهوية هي اللي تزدي خدمة واحدة ولكنها تمتد على أكثر من معتمدية وحتى إذا كان معناها شملة معتمدية ما يزميش تكون معتمدية مجاورة أو أنها تكلف بإزداء معناها خدمة على كامل الولاية أو أنه شركات محلية هي نفسها تقوم بخلق بالانسهار في الشركة هذه المحلية الجهوية معناها المشرع لم يترك شاردة ولا واردة ولا جزئية في الإطار القانوني والشخصية القانونية لشركة الأهلية معناها اللي يقول لرأوانا ما نشفهمها ورأوانا ما نشفهمها ما نشفهمينها ما هو شي صحيح وهذا معناها حتيت صبعك على موتن الد فيما لحقيقة رغم الموجود من عام 2022 سواء معناها القانون أو الأمر الـ 498 ولكن هذا رغم ظل محل جهالة حتى أهل الإداريين وفما شاهدات توجيب يعني فما قل الدراية حتى المختصين في الشأن القانون منزل حاجة جديدة بالنسبة للمهم طيب نسي عبد السلام احنا حكينا على الإطار القانوني والشخصية القانونية للشركة الأهلية طيب هل بالنسبة لك انت هي حل اجتماعي لمشاكل البطالة والفقر كذا وإلا هي نمط اقتصادي جديد يعتمد لخلق الثروة في تونس شكرا أستاذ شاكر يعني من المهم فعلا اللي حاطة بمفهوم الشركة الأهلية ومشروع أو هي أحد محاور مشروع الاستاذ قايص عيد في الترشح متاعه إلى جانب نقاط أخرى سأأتي على ذكرها من المهم اللي حاطة بالفكرة هذه والمشروع من زاوية التشريعات من زاوية قانونية من زاوية اقتصادية من جميع الزاوية المالية التويل الفلسفة الكامنة وراء الشركة الأهلية أنا بيودي لو من خلال الحصة هذه نذكر قال الأستاذ قال حاجة جديدة يعني فكرة جديدة بيودي لو نذكر أنه هي نتاج لسياق جديد وشنو السياق الجديد اللي يطرح أو ينتج حالة جديدة اللي هو السياق 17 ديسمبر 2010 بمعنى مقاليت ثورت 17 ديسمبر 2010 فرضت بطبيعة بطبيعة حال يعني المحور الثورة هو ضد المنويل التنموية اللي أنجت البطالة والأنجت الأزمة وعمقت الأزمة وأزمة وأنجت نوعا منه لعدم التوازن بالجهات دونك هذا هذا منويل كان يعني حاكم النظام ليس نويت ليس نويت والمنويل هذا كان يمشي في إطار ثونائية مش النجم نجاوب على أنه هل أنه الشركة الأهلية تنجم تكون منويل ولا لا كان محكوم بثونائية يعني خطيرة جدا تسوّغ وتشرع للاستعمار هي ثونائية التنمية المديونية يعني ما تنجم تقدم ما تنجم تعمل تنمية إلا بالضرورة في إطار البداء اللي المفروض علينا بطبيعة الحال اللي هي غريبة إلى حد مع الخصية متاعنا وعلى ثروات وطبيعة الثروات ومصادر الثروات تحديداً هنا أقصد الطبيعة الثروات الطبيعية ونقول أنه بعد 17 ديسمبر الخروج من الثونائية شمعتها أي مش القطع نهائيين لخطر الثورة مازالت وسيرورها متواصلة ومفاعلها مازالت بشجي وآثارها ولا ولا المكاسم تاحها بشجي رغم يعني الانكسارات وإلى آخره ونقول أنه لماذا لا نجرؤوش الثونائية هذه نحاولو بش نكسرها الثونائية تنمية المديونية بمعنى إثقال كهل الاقتصاد التونسي بالمديونية بالمديون والقروض والاستقراض ونبقوا في الدوامة هذيك علش ما نفكروش وهذا هو السياق الجديد وهذه هي علش فكرة جديدة في طار فلسفة الشركة علش ما نفكروش بطريقة مختلفة ومغايرة على الطرق اللي تم التفكير بها ومن خلالها في البدائل التنموية علش ما نقولوش أنه راوعاً للأمل في أنه بعد 17 ديسمبر النجمو نفكروا في بدائلنا الخاصة من بين البدائل وانا سمعت تقول الخطاب بتاع السيد الرئيس أنه الشركة الأهلية مش هي الحل الوحيد لابد من بناء اقتصاد وطن الشركة الأهلية بعيد على الدخول في إطار التجارب مقارنة تونس عرفت الجوهر والعمق متاع الشركة الأهلية في بعض التجارب وعادة إذا لم تكن تجاربойдنا نتقلق ونخاف لا لا فما تجربة مقارنة في أمريكا لاتينية في الشيلي في بوليبيا فما تجربة مقارنة في غزلافيا يعني التجربة المقارنة شنو المشترك فيها الكل سياكر هو التاليم هو محاولة القطع مع الهيمنة بتاع المنويل التنمية والاستعماري وبطبيعة حال انك تقطع مع منويل في اطار تفرض منويل جديد او تبتكر حلول جديدة الاطار مش عادي مش الاطار نورمال هو الاطار متاع ريفوليسيون بمعنى ثم ثورة ثم ثورة بالتالي احنا اش نقوله مدام الهنان حب نذكرت وانسا وقعت 17 ديسامبر ثورة لما لا تلقي الثورة بذلالها على البداية المتاعنا البداية الاقتصادية متاعنا على القطاعات اللي يزمها تمشي تتصلح هي التعليم وصحة الى اخير دونك احنا ننتظر باش تلقي بذلالها احنا نقوله انه الشركة الاهلية في اطار الاجابة ما تنجمش تكون سي شاكر انه هي بديل تول الان وهنا بديل للاقتصاد خاطر نعرفه انه ثم ازمة سيستيماتيكرا مش على مستوى محلي بل على مستوى عالمي انك تنجم من خلال هالوضع هذا من داخل المنظومة هذه تفككها من داخل وتفرض بديل ينجم يخلق ديناميكية وخاصة انه البديل هذا متوجه مباشرة نحو ثيئة كانت هي احد صناع الثورة التونسية 17 ديسامبر اللي هم العاطلين على العمل ومعاطلين على العمل اللي كانوا هم نتاج سياسات متاعها بنوال تنموي حكم الاقتصاد متاعنا وبالتالي لابد من توفر باش انه بعد هذا تونجي عليهم بعد لابد من توفر جملة من الشروط سواء في التشريعات سواء في الاقتصاد سواء في السياسات العامة متاع البلاد التوجهات باش ننجحوا في انه الفكرة تنتقل من فكرة الى انجيز وتنفيذ وفعلا انا العدد مئة عشرة وشاهدت ولاحظت مع البنك التونسي التضامن كنت حاضر في ندو التكويني معام وتحية لهم على خاطر فريمون يعني ساعدوا انه الفكرة تتمر الى التنفيذ وبالتالي معاد الشركة الاهلية هي موضوع تندر الشركة الاهلية والد ثم ديناميكية مدمجة وثم انتاج طيب سيموراد لو نقولك انا كيفاش كمختص في الشيء الاقتصادي كيفاش نجم تأكد لي شنين العلامات باش تأكد لي انه الشركات الاهلية كما قال سي عبد السلام مسال اش تجربة مهمة وانمط جديد خلينا نخوضه فيه ونجم يكون حقيقة بديل لمنوال احنا تعودنا به معناها واثمت فاشل المتاعه لسنوات ما ضبط انا باش ننطلق من الكلمة اللي وفات في الفيتير اللي هي كلمة سيد رئيس الدولة اللي الشركات الاهلية هي نموضج جديد لخلق الثروة ودعم التشغيل نموضج معناه من بين اليات عديدة الغاية منها هي بناء اقتصاد وطني يقوم على ارادة شعب ويقوم على اختيارات وطنية اختيارات وطنية خالصة بعيدا عن المديونية والدوامة اللي ممكن تتسبب فيها العلم الاقتصاد يقوم على تناغم بين ثلاثة منظومات المنظومة الأولانية هي منظومة الانتاج والاستهلاك المنظومة الثانية هي منظومة التمويل والاستثمار والمنظومة الثالثة هي منظومة التشغيل إذا كان نلقاه نوع من التناغم سواء معناها مستقر أو غير مستقر بين ثلاثة منظومات هذه نجمو نوصله لما يشبه التشغيل الشامل وبالتالي الجدوى أو الاستنباط اللي حكي عليه السيد الرئيس فيما يتعلق بالشركات الأهلية يلقى كل القيمة متاعه وكل البعد متاعه انتلاقا حتى من أبعاد أكاديمية ومن أبعاد فلسفية عميقة في الاقتصاد لأن الاقتصاد رأوا مجموعة من العلوم الإنسانية وما هوش رياضيات أو معادلات معناها جافة بعيدة على واقع الناس دونك هذه هي النقطة الأولانية اللي حبيت نحكي فاها النقطة الثانية اللي هي مهمة جداً ومحورية سيد الرئيس حكي على أن الشركات الأهلية هي ألية من الأليات للتشغيل ولتعظيم الثروة في سياق خلق قيمة حقيقية بعيداً عن مناويل تنمية عشناها في تونس لمدة طويلة هي ما كانتش مناويل تنمية في الواقع هي كانت في خاخ تنمية كانت أكذوبات لتعظيم ثروة بعض العائلات المالية في تونس مدة ستين ولا سبعين سناء والعائلات هذو ما وصلونا اليوم للوضعية اللي احنا فيها توا واللي قاعدين نكافحوا ونسعوا باش نجيوزوها الكلمة اللي قالها سيد الرئيس فيما يتعلق بقوى الردة اللي حاولت تعطل الشركات الأهلية قوى الردة هذه عطلت الشركات الأهلية ومزلت تعطل فيها ونلقاو نقطة مضيئة في سماء الشركات الأهلية اللي هي البنك التونسي للتضامن اللي هو المؤسسة الوحيدة في تونس اللي فتح الطريق للشركات الأهلية ومولت وافقت على تمويل 33 شركة وقت اللي حتى حد ما مولها وقت اللي حتى حد ما وقف معها وعندي برشة تفاصيل على البنك هذية وكيفاش كانت تعاملهم مع الناس هذو ما في فترة معاينة راو الناس اللي بدأت تأسس في شركات الأهلية حتى حسابات ما حابوش حلولهم راو مش نبدأوا واضحين حابيت نقول اللي ثم اليوم 15 شركة قاعدة تخدم وحابيت نقول اللي فما 9.6 مليون دينار أرصدها البنك التونسي للتضامن وهذا يبين لنا حاجة أنه في المنظومة المالية اليوم ثم سحيح نقطة مضيئة اللي أنا سميتها البنك التونسي للتضامن واللي أفعالها وأنشطتها تأيد إكليمي وتحية للمدير العام متاع المؤسسة هذه للرئيس المدير العام والإدارة العامة والإطارات العاملة فيها لكل ولكن اللي حابيت نقوله رأى قوى الردة اليوم مازالت موجودة ورأى المسار مازالت طويل وسعيب فيما يتعلق خاصة بالتأسيس متاع الشركات هذه بضمان ديمومة نشاطها وخاصة بتمويلها تمويل مناسب وفعال طيب قبل ما نمشي ونشوفه أمثلة حية لبعض الشركات الأهلية وطولوا يشوفوهم معنا سيد المشاهدين سيمو حمدري أعطينا اليوم البنك التونسي للتضامن وعمال لكم وقدما سيمو راد قداش تقريبا من شركة اليوم مولتوا القطاعات اللي مولتوا فيها الشركات وهل النظري أو الفكرة بدأت تصبح حقيقة هو قبل ما نوصل للتمويل في الحقيقة الدولة وضعت كل الإمكانيات من أجل أنه البرنامج هذا ينجح على مستوى التشريعي وعلى مستوى الجرائي على مستوى تمويل وأحداث الشركات الأهلية ثم كذلك وضعت الإمكانيات المالية لأن الدولة وضعت خط تمويل بقيمة عشرين مليون دينار خلال سنة 2023 ثم دعماته بخط إضافي خلال سنة 2024 بقيمة عشرين مليون دينار لأن الدولة وضعت الإمكانيات وضعت أربعين مليون دينار لفائدة الشركات الأهلية ثم البنك التونسي التضامن انطلق في تنفيذ هذا البرنامج بداية من سنة 2023 وأنهينا سنة 2023 بخمساشرين شركة أهلية خذات التمويلات امتحها حاليا نحن في شهر نوفمبر في بداية شهر نوفمبر عدد الشركات الأهلية ارتفع وصلنا 34 شركة أهلية لأنه عملية التمويل عملية متواصلة لدى البنك التونسي التضامن عملية يومية متواصلة وصلنا 34 شركة أهلية باستثمارات في حدود عشر مليون دينار والأهم أنها تغطي تقريبا كامل تراب الجمهورية ثم تغطي كافة الأنشطة خاصة القطاع الفلاحي وعندنا شركات أهلية كما ذكر سي مراد 15 شركة أهلية انطلقوا في النشاط الفعلي كي نقولوا انطلقوا في النشاط الفعلي تعدوا مرحلة التأسيس أعداد الملف المصادقة على التمويل ثم أمضوا عقود القروض وتحصلوا على كل وسائل للإنتاج ووسائل العمل من معدات من تجهيزات من أموال متداولة وانطلقوا فعليا في العمل وعديد البادرة والبوادر الطيبة لهذه المشاريع وعديد المشاريع معناها حقيقة تستحق الذكر نذكر ربما شركة لنقل العمل بولاة بسبيتلا وهي بادرة طيبة تحل إشكالية محلية وهذه هي فلسفة الشركات الأهلية ثم شركة أهلية زادة لتقطير وتجميع النباتات في ولاية زغوان كذلك بادرة طيبة لذلك عديد الأفكار عديد المبادرات والعملية مزات متواصلة عديد الملفات قاعدة بصدد الدرس لدى البنك التوسل التضامن فقط ملحوظة زغيرة سيمو حمد علي سمحنا سيموارات خطر الوقت يدهمنا بشكل كبير احنا توصلنا وصابعة تقريب أنه راول للشركات الأهلية ليس فقط في قطاع الفلاح فما في قطاع الصناعة في قطاع البيئة خمسين خمسين وأيضا من بعث الشركات الأهلية وليس كما يروج ربما وعند البعض اللي بحثين عن العمل ولا العاطين العمل فما إطارات عليا وفما ناس كبادر اللي اختاروا وأنهم يخرجوا من الوظيفة ويأسسوا الشركات الأهلية خلينا نشوفه البنك التوسل التضامن مشكور وكل الشكر لي للحقيقة أعطانا وسهلنا عملية إجازة الحلقة هذه يعطانا أمثلة حية لبعض الشركات خلينا نشوفهم بالصوت والصورة من خلال هذا التقرير ثم نعود ترجمة نانسي قنقر 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 الشركات الأهلية هذا رقم واحد اثنين في القوانين المالية قانون المالية سنة 2023 كما تفضل مع ناسي محمد علي تم يعني رصد خط تمويل ب20 مليون دينار وتم تكليف البنك التونسي للتضامن للتصرف في خط التمويل هذا في القانون المالية سنة 2024 تم كذلك أحداث خط تمويل بصندوق التشغيل ب20 مليون دينار وبخلاف هذا تم تشريك البنوك لأنه كما قال سي مراد قبيلة كان التفاعل معناها لحقيقة محتشم مع أصحاب الأفكار اللي حبوا معناها يحطوا الشركات الأهلية من طرف البنوك هذا قابل سي ناجي الغندري اللي هو معناها الرئيس الجماعية المهنية البنوك والمؤسسة المالية يعني أعطاها تعليمات يعني تم عقد عديد الجلسات وعقد الاتفاقات وتوى فما ستة بنوك تم يعني رصد خمسة مليون دينار لكل البنك لتمويل المشاريع هذه بخلاف الجانب هذا متع التمويل فما حاجة أخرى مهمة جدا معناها اللي هي موجودة في التشريع هو الامتيازات الجبائية الامتيازات الجبائية يعني القانون المرسوم يعني الشركات الأهلية أحدث أعفاء بعشر سنوات للشركات الأهلية والأعفاء هذا يشمل الشركات يعني في الأداءات المستوجبة والضريبة على الدخل للشركات كذلك حتى الأعضاء معفين من الضريبة على الدخل مدة عشر سنوات وفي اللي سمحني قوس طوى ما دي أكدوسي مراد ورأوا الإجراءات الدعم هذه تاخذها الدولة ديما في كل القطاعات ما وش معنا فقط تحكر على الشركات الأهلية كل ما ترى الدولة أنه فما القطاع يجب دعمه ولا مؤسسات يجب دعمها تاخذ إجراءات من خلال الامتيازات الجبائية دعم مالي إعفاءات وهكذا لأنه فما بعض يقولك كيفاش أنت اليوم تدعم في الشركات الأهلية وما دعمتش للقطاع الفلاني ما واتت مثلا دعم لشركات الناشئة في العديد الأجراءات 8.000 مليار في العام دعم للقطاعات نواصل يعني بخلاف الدعم هذا هناك كذلك دعم على مستوى توسيع المجالات اليوم مثلا الحقيقة كلمة حق في كاتبة الدولة لدى وزارة التشغيل المكلفة بالشركات الأهلية يعني قاعد انتابع في النشاط المتاحها يعني نشاط غزير يعني 30 سبتمبر يعني تحضر للإنشاط بشي ساحة ذات دورة وجبة طبعا فما حاجة أخرى اللي هي معناها تم فتح المجال الغابات والملك الغابي وفما دعوة لأنه معناها التشريع يتبع لأنه معناها اليوم فما تشريعات كذلك ما يشمواك بل أن نسق هذا متع استحثاث أحداث الشركات هذه الأهلية بخلاف الملك الغابي معناها كل ما يشف المجال الفلاحي وهو كنا نشوفه توا معناها في البيتيار يعني الحقيقة تجارب معناها كبيرة برشة وضع كذلك القانون الدولي قانون يعني الأراضي الدولية الفلاحية يلزم يعني يلزم ملأمته مع ونختم بالفكرة الأخيرة مع القانون يعني المتعلق بالأراضي الفلاحية الدولية كذلك يلزم وقفة حازمة من طرف يعني فيما يتعلق بكراس شروط هذا والأعفام وتبسيط الإجراءات الإدارية لقاعدة قوم بها سمحني سلمنصف شكرا لك شكرا جزيلا باتباع الوقت ما يسمحش باش نطحه كل النقاط شكرا لك على حضورك معنا اسمحولي باش نمشيوا للربورتاش هذا نشوفه نذكر شوية ما فيه بات نذكر فانا ذكر على التنفع المؤمنين كيفاش كانت مسألة العاملات الفلاحيات والحوادث الرهيبة اللي كانت تتاق عليهم باش بعد نحكيه على شركة تأسست بهذا الهدف نمشيوا لهذا الربورتاش ثم نعود شكرا لك سمع ربحتك سح ينهضنا مع غسق الليل واتجهنا للمزارع حتى غروب الشمس نضالا من أجل إعالة عائلتهن يتحملنا لهب الشمس وسقيع التقص طوال اليوم وحسب الفصول شعاب ومسارب ومفترقات الطرق في المناطق ذات الزخم الفلاحي سيدي بوزيد القيروان باجا سليانا كلها شاهدة على المأساة وبالأحرى تشهد كيف تزهق أرواح العاملات الفلاحيات على متن شاحنات الموت تقول لحسائيات أن المرأة الريفية العاملة في القطاع الفلاحي تساهم وحدها بنسبة ثمانين بالمئة من العمل في الإنتاج الفلاحي ليس لتعيل عائلتها فحسب بل لتوفر لكل فئات الشعب التونسي مختلف المنتجات الفلاحية عمل مذن وشاق والجزاء غالبا ليس من صنف العمل فالشاحنات الموت لهن بالمرساد وتودي بحياتهن أحيانا فخلال سنة 24 و2000 جرى أحد عشر حادثا ذهب ضحيته العشرات من هؤلاء الكادحات فيما يقول منتد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن حصيلة ضحايا هؤلاء الكادحات تجاوز ستين وفات وتسعمائة جريحة منذ نحو عشر سنوات كل ذلك رغم صدور قانون منذ نحو خمس سنوات لفائدتهن فإن الحل أين الحل؟ أين الحل؟ أين عجزت الدولة سابقا بكل أجهزتها وعجزت الخواص أن تلقى حل للعملات الفلاحيات الشركة الأهلية هي الحل الشركة الأهلية المحلية العبادلة للنقل كانت سباقة في فكرة أنه تلقى حل لنقل العاملات الفلاحيات على مستوى عمادة معتمدية تسبيتلا للجسرين ربما يكون حل جزئي ولكن حل حقيقي لمشكلة نقل العاملات الفلاحيات مرحبا بيك الصعاد سي محمد اللطويل شكرا لك على وقتك وشكرا لك على قبول الدعوة جيتنا مسليمان وأنت رئيس مجلس إدارة الشركة الأهلية التمكين والأحياء الفلاحي مسليمان أهل وسهلا بيك شكرا لك مع كنتي ومع حضورنا وضيوفنا خلينا نشوفوا أيضا شركة العبادلة لنقل عاملات الفلاحيات وهي شركة أهلية تمويلها باكتو ستة طلب نتفرش حافلات لنقل العاملات العاملين في القطاع الفلاحي لأول مرة بمعتمدية تسبيتلا حافلات توفرها الشركة الأهلية العبادلة بسبيتلا التي دخلت اليوم حيزة النشاط الفالي الشركة 70 ملخرات فيهم 50 رازل و20 مرأة عدد العاملات لحد الآن العاملات وأحنا على مستوى سبيتلا عدنا ما يناهج 20 ألف عامل تمثل نسبة المرأة العامل في القطاع الفلاحي 80% اليوم حلت مشكل كبير في تونس اللي إن شاء الله هي كيفاش نبدأ بالجسرين على خاطرها يعني من المناطق اللي فيها العاملات في القطاع الفلاحي المهمة شيتس اللي تعرضنا كل عام يعني لشبح الموت وهما يعني يتنقلوا العمالة هنا اليوم شركة العباد لحلت بصيفة يعني جزئية المشكلة هذية وإن شاء الله عندهم نية توسعة باش تكون على مستوى جهوي شركة أهلية هي الأولى من نوعها بتونس من حيث تبيعة نشاطها وتحصلت على تمويل بقيمة 300 ألف دينارة واقتلت كدفعة أولى حافلتين لنقل العاملات والعاملين في القطاع الفلاحية بمعتمدية تسبيتلا في انتظار دعم نشاطها وتوسعة خطوطها باقتناء ثلاث حافلات إضافية الحافلات تضعنا باهاين يجموا يحمونه نحن يحمونه من برد ويحمونه مسخان ويحمونه من كل شيء تجربة باها ويجب يزيده والفكرة متاع الكيران هذوما أولا نقص عنه نحن برشا شارج الفلاحة طرشان ما نقولش نجيب في الخدامة وعندي شارج بش نهز سلعتي للمرشي يعني نتعب ناء ذهنيا وبدانيا الفكرة متاع الكيران هذي إن شاء الله تعم زوز كيران ليجوه هذوما شوية واحد يعني زوز كيران ما يكافوني شيئا برك وأعطيت إشارة انتلاق لنشاط سريكة العبادة للأهلية تحت إشراف كتبة الدولة للشركات الأهلية حسناء جابالا التي أشارت إلى إجراءات جديدة لفائدة مؤسسي الشركات الأهلية منها التوجه نحو الرقمنا لتسهيل إجراءات بعث شركات أهلية إضافة لإبرامي اتفاقيات شراكتنا بين وزارتي التشغيل والتكوين المهنية ووزارة الفلاحة للاستثمار في الملكة الغابية والأراضي الدولية في عدة مجالات منها الفلاحية والسياحية فيما السياحة الإيكولوجية فيما تقدير الزيوت فيما برشة معتها أفكار شركات أهلية رايدة ولازمنا نشجعوه ولازمنا نقوم معه فيما عنا مزيد من الإجراءات الأخرى هي الاتجاه نحو رقمنة ملف الشركات الأهلية وذلك بيخلق بالتعاون مع سجل الوطني للمؤسسات بيش نحط إن شاء الله منسة المنسة هذه بيش تتمكن من رقمنة ملف الشركات الأهلية الحد من مستوى الأخطاء على مستوى التأسيس ومن أجل تسريع أحداث الشركات هذه وبلغ عدد الشركات الأهلية التي دخلت فعليا حيزة النشاط بكامل ولايات الجمهورية التونسية 12 شركة أهلية منها شركة العباجي لبسبيتلا وثلاث شركات بي سي جي بوزيد تم تحيينا الرقم راول اللي اعطيناه بكري شوية مع سيمو حمد علي مرحبا بك مرة أخرى سيمو حمد لطويل خلينا نخدم مباشرة رأيك أنت وتقييمك من خلال تجربتك على أرض الواقع من خلال الشركة أهلية لتبع متوهي ذلك من أوائل الشركات الأهلية يعطيك ساحة سي شكر على الاستضافة السعب تي سيمو حمد شنو عامل منافعي محمد الطويل مستشار قروز سابق بمؤسس تمويل كنت نخدم في الوحدة الوطنية البحث جراميليا بتشعبة متخرج من معدي رسالة العليا التجارية بقرطاش دونك هذه المقدمة اللي بيش تثبت أنه المسؤولين المنخرطين في المبادرة ذية رأوهم كفاء رأوهم شي عاظضوا مجهودات الدولة رأو بالحق المشروع ذية مرشوع رئيسي ذي نسميه فكرة المئة عام الحق يجي مرة في المئة عام بروجيكي مهكا بيش بالحق انخيرات جماعي في تأسيس شركة بيش تقدم ثروة نمو في البلاد الذية نسكول تعرف محركات التنمية اللي هم خمس محركات بتبيع على الإكسبورتاتيون والكونسوماتيون الانفاسيسمن ترانجي بيانسير والانفاسيسمن لوكال هو بالاستثمار بالشركات الأهلية دونك نحن بيش نكون محرك كبير برشا للتنمية في البلاد الذية ان شاء الله بالحق تزربتكم الناس على الشركة الأهلية بتجربة متاعنا بالحق اننا راها رائدة كيفاش خطر نحن ناخذينيش للسقف الكامل متع التمويل من عند البنك التونسي التضامن اللي هو مشكور جدا البنك التونسي التضامن انتي بنكة عمومية راسميلها 60 مليون دينار تعطي لينيو الدكريدي بعشرين مليون دينار بالحق وتحاظد بكل مجهوداتها وبكل الإطارات المتاحة على رأسهم سيخليفة أسبوعي بالحق البنك هذه قدم فيه معجزات تاريخية في دعم الشركات الأهلية دونك التمويل متاعنا كان ميو ثمان وثلاثين ألف دينار اخذينا بيه موعدات فلاحية ثقيلة واخذينا فوندر المون صغير متبعها امننا انه مش بالضرورة انك تكون عنك تمويل تجربة تعملت هالبروجي اخذينا بالسياسة الاتصالية اتصلنا بالقطاع الخاص مكننا من نيابات نيابة معدات فلاحية من نوع جرار سوناريكا من نوع جرارات من نوع كيف كيف معدات تونسية كيف كيف عنا نيابة متاع معدات دي بخدوية بيو وممطن نصنع في البيوت المكيفة التونسية افاب تبيع الدكلفة متاحة تكون أقل وممطن تساعد الفلاح عنا نشاطات أخرى نحنا امكانياتنا كبيرة شركات الأهلية لو في تونس بالحق لازم تمنوا بها طوال الحمد لله وصلنا للبلاتو هذا تونس الاقتصادية صحيح صحيح ما جاء متأخر اما بالحق تونس الاقتصادية ستديغ شركة أهلية من مطلق قضية لازمنا نمنوا بالفالوريزيزيون بتاع الثروة شو معنى بالفالوريزيزيون بتاع الثروة لازم كشركات لازم في كل قطاع نوصلوا للسلسلة القيمة ستديغ سلسلة القيمة يعني انت قطاع ما توصلش انه مثلا زيتون تمشي تاعصير زيت تبيع فراك ليه انا نعمل سلسلة متعقيمة لكل منتوش بمعنى نحن الشركة الأهلية متاعنا ولا الشركات أخرى فهما شركات كيفنا انخرطت في المنويلة هذه القطاع الغابي قطاع مهم مش جدا لو كنتي عنا ثروة اللي هي مطلوبة بصيفة كبيرة وبصيفة رهيبة ومدرة للعملة السابة اللي بالحق فهما نبتت عطرية وطبية نجم جيبنا فلوس نجم ترتح تونس العب الاقتصادي والثقل اللي موجود بالحق في قدش وقت تعتقد وذي سواء للأخير بالنسبة لك انتي تعتقد ان الشركة الهلية متاعكم تجم تدخل في مجال انه تولي تنتج مرابيح وعندها مرابيح بالحق هو شو الاقتصاد روما تنجمش انتي تقول انتي تزيروت نجا وراك نجحت لي لي لازم فما فما اول حاجة انتي الانديرانس المثابرة صحية المثابرة المثابرة في الاقتصاد المدين وفما هيك المتدعم لازم انك تتيح الشركة ترقى الدعم ترقى البتيس وترقى اذا البتيس ما عشي نجم ترقى الاستيبات ترقى البنوك العمومية بنوك الخاصة ترقى بالحق فما نسممنا به المشروع هذه انا قد لك نعاود نقول راي فكرة المئة عام راي فكرة استراتيجية راي فلسفة نبحثي سمحني سي محمد خطر الوقت داهمنا بشكل كبير سيعاد سلام في دقيقة ونص هو قال هذه فلسفة فلسفة جديدة ولكن للأسف ما لقى الحد الآن يعرقل فيها وإلا ما هوش مم بها ولا يعترفوا بأن هذا نمط جديد من الامط فعلا فاها عمق فلسفي كبير جدا وفاها مفاهيم يعني يعني تتركز عليها الشركة الهلية أما خليني سيشيكرا نقول ان الشركة الهلية يعني إلى جانب التقسيم الإداري والقانوني والترابي اللي هو التفكيك المنظومة أنا شوفيه والتفكيك التقسيم القديم اللي قام على منويل تنمي قديم هذا أكس لول إلى جانب ما يسمى بالصلح الجزائي هذا أكس تاني اللي هو كانت الفكرة من 2012 مش فكرة مستجدة بيترشح لستاذ قايسايد في 2019 وطول كانت الفكرة هي أنه محاسبة المستثمرين واللي يتجاوز الكراس شروط المحاسبة اللي تلاعبوا بالأراضي الدولة إلى خير والصياغ الموجود اللي عنها وتوهاو سير تران نعرف وطول وترتيب المعتمديات من أكثر فقرا إلى أقل فقرا ويأني هنا إحداث لجل التصرف يعني الشركة الأهلية شنو اللب متاح الفون متاح لوتو جسيون لوتو أورغانيسيون بما أشمعتها يعني شركة أهلية في سوسا في سليانا فينا بالفئة جهة من الجهات ترفع الشعار التالي مش مجرد شعار يعني أقرروا أصنعوا وأنتجوا وأتقاض أجرا وأندمجوا في الاقتصاد يجب أن يكون بديل يجب أن يكون بديل هذا ألان تيرم يجب أن يكون بديل هذا يعني كيف نقول أن الشركة الأهلية هي عنوان لمعركة متاح التحرير شنوه بالضبط هو تحرير الاقتصاد متاعنا من الثنائية التي كنت نحكي لا هي ثنائية التنمية والمديوني كيف نعطيها وقتها بش نفهمها أنا نقول أنه التجارب مثلا كان وقت تجارب مقارنة مثلا تجارب مقارنة كان عندها وقع كبير جدا خاصة خطر فما إجراءات ثورية تمت التأميم تصرف الثروة الطبيعية وخلقة يعني عملت تورنون كبير جدا في الأمريك لاتين إحنا في تونس زادة كيف كيف رو تكلمنا في 17 ديسوم وقلنا لا للمناويل اللي هي فعلا أنزلت الفشل ورؤوا قادرين إحنا إحنا نحكي على مفاهيم جديدة السياق جديد على نظر جديدة دوك إحنا قادرين وعنا الذكاء اللي ينجم يحافظ على الفكرة هذه ويطورها بحثنا باعث لشركة أهلية وسمعت الاختصاص متاعه والتندانس يعني سونتي فيك متاعه والتكوين متاعه وين ماشي بالضبط شنو الوجه يعني هو قرر هو عارف وين يمشي وبالضبط ينجم يكون فقط أنا من البلاتو هذا شنقول بإجازة شديدة أنه بشتواصل الشركة أهلية ونحافظ على الديمومة متاعها وفعلا تكون تاني من مستدام بشتفكروا في الأجيال القادمة يلزمنا نفكروا في أن الدولة تحمس أوليتها أنا نطمن أنه على رأس الحكومة ثم قطب اقتصادي بقي يخدم قطب اجتماعي فعلا بقي يخدم في في التمكين التمكين الاقتصادي في بعث مشاريع في محاولة النهوض بالمشاريع المعطلة ثم أرموني يتخدم بشكل أنه تكون جزء الشركة الجزء من ديناميكية اقتصادية تنجد تخلق الصارو سيموراد في دقيقة في دقيقة مع الأسف الشديد اليوم القطاع المالي مزالي جنب في تمويل الشركة الأهلية ومتحمل البنكتوس يتضامل مسؤوليته وحده ومفما حتى تمويل تعطاه تقريبا تمويل واحد بركة تعطاه تمويل بسيط جدا خارج البنك التونسي التضامل اللي ما ينجمش أو ما عينوش أو ما يحبش يمول الشركات الأهلية معليه كان يفسح عن ذلك وذي مرفق عام تعطيله يعني غير مقبول قانونا قبل كل شيء سيمو حمد علي بلحق أي سيمو حمد علي هو موش هو هو يجي قل باش نكون منها أكثر صدقا وأكثر موضوعية هو مشروع وطني مشروع وطني الهدف منه كيف مقلت الحفاظ على كرامك المواطن وتحسين مستوى عيشه من خلال تنمية جهوية حقيقية يكون المواطن شريك فيه منها لا أعتقد أنه إنسان يرفض مثل هذه الأهداف احنا تجربة جديدة قال سي عبدالسلام شنو مشكلتنا هاو جربنا مناوية سابق جربناها لم تنجح ما هو المشكل شنو وين المشكل كيف نجربوا منوية جديد ونحاولوا بكل إرادة وعزيمة صادقة نحاولوا ننشحوه إذا نجح فهو هدف الجميع وديدانه جميع وإذا لا قدر الله فما صعوبات في الأكيد المختصين في شهر الإقتصاد يراجعوا واحد ويشوفوا شنو اللي ممشيش ويعطلوا هذا ما أقول وقال اللي حابيت نقول مثلا ماش حتى موجب باش الناس تكون موجودة في مراكز قرار معناها بشكل رسمي هي بيدها اللي اليوم تعطل المسألة هذية مش معقول مثلا حتى التمويل خارج البنك التونسي التضامن ما يجيش واضح بل ليه أعطيونا ميساش إلوش رسعوا الفيديو اللي عنا على التكوين بتاع البنك التونسي للتضامن خلي سيمو حامدالي يحكينا لأنه سيمو حامدالي حكينا على حكينا على مسألة التمويل لكن ما حكيناش على دور البنك المهم أيضا في المتابعة والتكوين لأنه فما يقول كنتم تمولوا شركات ويمشوا على الروحهم بالفعل هذي عنصر مهم ياسر وجانب مهم ياسر هي المتابعة والإحاطة ما نجوش نعطوا تمويلات ونسيبوهم في الطبيعة وما نعفوش المآل متاحهم وفي الإطار هذي البنك التونسي التضامن نظمنا دورتين أعطيونا الصور سيناعين دورة أولى في شهر فيفري الفين واربع وعشرين لدفعة من الشركات شنو الغاية منها أنه نجمع المشرفين على الشركات الأهلية اللي تم تمويلهم وبحضور خبراء في المحاسبة في الجباية هاي السور نشوفوا فيها خبير من صندوق الوطني للضمان الاجتماعي الشركات الأهلية والمشرفين على الشركات الأهلية يحتاجوا إلى تأطير وتكوين في مجال التصرف في هذه الشركات في مجال الجباية في مجال إعداد القوائم المالية وهذه الكليكة معناها قاعدين نقوموا به بنسق طيب وطيب جدا وبمشاركة مع كل الأطراف خاصة مع وزارة التشغيل والتكوين المهني جانب الإحاطة مهم هذي عنصر لضمان نجاحة وديمومة هذه المشاريع الاختيار الأول يتم في إطار لجان جهوية ثم التمويل عن طريق البنك التونسي التضامن ثم كذلك يجب المتابعة وتأطير هذه الشركات ما يخلوها وحدها شكرا خاصة في البداية متاحها والنظام والنسق تمويني بختلف عمل العادي شكرا شكرا هذه مساحة أولى الغالب الوقت دهمنا ولكن أعيدكم سيد المشاهدين أنه إن شاء الله نرجع له هذا الموضوع بأكثر تفصيل وأكثر عمد وربما طولتنا وزادة في كل حلقة شركة من الشركات الأهلية من خلال شهادات حية شكرا لك سيد عبد السلام شكرا لك سيد محمد سيد محمد علي شكرا لك والشكر موصول فعلا للبنك التونسي لتضامن بكل إطاراته شكرا لك شكرا لك